عندنا مثل في مصر يقول لما عرب بنا يمشي على المياه لا رحمن رحيم اتحاد الكورة اول مرة يعمل الكلام ده مع النادي الاهلي هو حصل ايه وامام عشور بيدلع لعب الزمالك وافشة واللي هيقوله افشة ومودست واخبار اليو ديانج ويه النادي الاهلي الشيء اللي بيعمله اللي مفيش نادي تاني غيره بيعمله واخبار المنتخب واختيارات حسام حسن واللي بينتقده حسام حسن وهو لسه بياخد تشكيل الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم صلى على البينا الكريم اخوك اهلاوي اشترك معايا اهلاوي يا محترم الاول هقول كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم ربنا يا رب يتقبل منا جميعا صالح الاعمال ويكون باذن الله صيامنا لله سبحانه وتعالى مقبول يمحي بيزنوب سنة جاية باذن الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على اخبار النادي الاهلي بيقول لك الشيء الغريب والعجيب ان يحصل مراضي من اتحاد القورة هل يطار عشان دخلت لك فلوس مع البطولة ولا عشان ايه بالضبط اللي خلتك ترفرف واتطير كده وتقول اتحاد القورة يهني النادي الاهلي بعد يفوزه على الزمالك بنهاية كاس مصر مش خايف لزمالك يعلق لك زي ايام مرتضة واشكر الناديين على المشهد المميز والمشرف للكورة المصرية اشكر الاهلي بس في ناس عملت كده وفي ناس عملت كده غير اللي حصل في الممر وكله على ايد مرائب المباراة انا ما اكترش كتير في الاخبار انا بجيب لك الاخبار طياري وما بجمسكش الخبر اعضى مط فيه واشد فيه واقول فيه جيب لك الخبر واسبهولك لان كده كده المط والعجن فيه مش هيفرق حاجة احنا عاوزين منه النتايج بس واللي هنشوفها وياريت نشوفها خلال الاسبوع ده من اتحاد القورة نيجي لخالد بيبو خالد بيبو بيقولك يحدد مكافئات لعبي الاهلي الذين راحلوا عن ايه؟ عن الفريق وفقا لنسبة المشاركة بيقولك بطولة كاس مصر الذي توجبها النادي الاهلي كانت عن الموسم الماضي والتي شاركت شارك فيها عدد من اللاعبين الذين راحلوا في بداية الموسم الحالي ابرزهم حمد فتحي محمد شريف واحمد الكندوسي وعلي لطفي ورقفة خليل ومحمد فخري في ناس في نادي تاني يجي يقولهم عاوز تمشي زي طرق حامد ولا زي محمود علاء ولا غيره عاوز تمشي سيب مستحقاتك سيب مستحقاتك سيب مستحقاتك وده كله عشان بس يخرج يعني الاهلي اللي بيجري وليه بواقي من مكافآت كقوس حصلت بعد ما هو ماشي بقاصل راجعي على حسب نسبة المشاهدة وما فيش نادي غير الاهلي بيعملها حسب نسبة المشاركة مش المشاهدة حسب نسبة المشاركة النادي بيقوله خد ده حقك وانت ده حقك وانت ده حقك وانت ده حقك ولذلك زي ما سمعتوها في اول الفيديو اللي معا ربنا بيمشي عالمية وهم متغازين بيحسبوها ان هي حظ لكن هي توفيق الله سبحانه وتعالى نيجي نخش على اوفا واللي بيعمل اوفا بيقولك لعب اربع مباريات مع النادي الاهلي للاربع مباريات كلينشيت وده خلاعب خمس مباريات والاربع كلينشيت والخامس ضرب الجزاء او الاهدف حتى كمان اللي دخل فيه كلها في الخمس متوشع مدخلش فيه الهدفين وهدفين ضربتين جزاء يعني الراجل ما تحسبش عليهم بيقولك قليل ديانج مباريح وصل من النمسا بإذن الله وخلص العلاج والعملية على الدكتور كريستان بن فينك الطبيب النمساوي وبإذن الله هيكمل تأهيل هنا في مصر كناها شايفين وهو بيحتفل مع برستها وفي الكاس في الملعب في الاول بارك اللي خربوا المخربين اللي دايما طول عمرهم فتحينا ومجرسينا هناك امام عشور نشر الصورة ديت وبيقولك عندما تواجه رقم اتنين وعشرين يجب ان تكون مستعدا امام بيضرب ولا يبالي اللي فاكر نفسه هلامي انه هو دونجا اللي ماسك اللي اللي بيينه وحش مبارح التشكيل اللي عنزله مارس الكولور وعدم وجود مروان عطية في نص الملعب وخروج نسبة كبيرة من لعبة النادي الاهلي خارج الخدمة يعني تقريبا ما يجيوش حتى اربعة باستثناء اوفا دي الصورة الجميلة بتاعت مودست مودست اللي شكر ربنا ان هو خلاه وصل للنادي الاهلي وانه يختم طريقه في النادي الاهلي وانه يفرح بالانجازات ويفرح بالبطولات مع النادي الاهلي بيقولك اللاعب شايف ان الاهلي نعمة ربنا انعم عليه بيها في نهاية مسيرته عشان يفوز ببطولات ويختم حياته بشكل ده اللي بيقوله مودست عن النادي الاهلي حتى لو هو نفسه مش قادر يجيب نفسه بس الاتموسفير اللي موجود مع النادي الاهلي وكل يوم بطولة مع النادي الاهلي وكل يوم يفرح مع الناس مع النادي الاهلي يخلي النادي الاهل يعمل سمعة كبيرة بلاعب عالمي زي مودست اي نعم مودست لسه مقدمش اوراق اعتماده لكن كاريره القديم والبيئة اللي هو جاي منها ليه صحاب ليه سفارة ليه بلد كلهم بيسألوا عنه وبيتطمنوا عليه من وضعياته اللي موجودة نيجي الافشة افشة قال كلام وانا مش متأكد ان وقفش احد يساعده فيه قال لأ بس الكلام عنب بيقولك كورة لعبة اصلها الاجوال فيها طلوع وفيها نزول وفيها حاجات كتير بتغير وبسرعة ما فيهاش ثوابت الا حاجة واحدة بس النادي الاهلي انه يكسب ده الطبيعي اي لاعب لازم يفهم كده في الاوقات الحلوة اكيد انت شاري النادي في الاوقات انت شاري النادي في الاوقات الصعبة تفضل دايما شاري وفي كل الاحوال الحمد لله انا شاري وراضي بكون مستعد دايما وجاهز على طول او اما وقت ييجي اضرب في المليان الحمد لله على البطولة اللي اربعتاشر مليون مبروك للنادي الاهلي والاربعتاشر مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهور العظيم الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما هتتغير ان ملايين وراه الحمد لله الحمد لله افشة والكلام اللي بيقوله بالقبل من القلب طبعا حركة اللي ميش رجالة اللي اتعاملت بتاع الساعات وبتاع الفلوس اللي النادي بتاع شغل العيال اللي لما شرطه الاساسي انه يكسب النادي الاهلي حتى لو ماتش من غير بطولة بس يكسب النادي الاهلي ما يكسبش النادي الاهلي يطلع شغل العيالي احنا متعودين كرجالة زي مع حمد عبد منعم ما عمل في بطولة الابطال الافريقيا اللي خسرناها في الوداد قال لهم السنة الجاية هنجول لكم وايه محمد عبد منعم بيتكلم على بطولة افريقيا في بلد المغرب في ارض المغرب وكذلك فعالنا في السنة اللي بعديها كسبناهم هناك في ارضهم من غير ما نعمل لهم لا كده ولا مش كده وحتى الهدية بتاعة المركز التاني السولاية رمها لهم في وشهم عشان نرجع السنة اللي بعديها ناخد دهبية اللي تليق بينا وكده بنسبة لافريقيا واللي هناك في ارضهم نحنا رقم واحد مش بالاونطة والكلام اللي مايجيبش لازمة الا بيزغزع آآ آآ عقول المجانين اللي متخيلين ان الحركات دي بطولة كابتن ابراهيم حسن بيقول لك ياب محمد صلاح المنتخب معسكر آآ مارس بيقول لك لا استطيع دم لاعب غصب عنه اللاعب انا دي طلب عدم التواجد وانا صراحة آآ بشوف ان كابتن حسام حسن ابراهيم حسن لاعب هو شايف نفسه اكبر من منتخب واكبر من مصر واكبر من اللاعب اللي فيه اكبر من مدرب بيره هيعملك مشاكل هيعملك مشاكل هيعملك مشاكل فشكرا عليه خليه في كاريرو خليه في اللي هو فيه مكسابه وفلوسه وناديه هو خلاص اتغرب ما بقاش شايف قيمة مصر ومتخب مصر اكبر منه شايف هو نفسه اكبر من قيمة منتخب مصر ودي صورته في ماتشستر سيتي اللي خلص النهاردة واحد واحد وكمان كان فيه اخر الماتش مفروض فيه ضربة جزاء ديكو بتلعب لعب سيتي ضرب واحد برجل هنهو فيها تهور وعصام الشوالي قال انها مفروض كانت تختم بيه بضربة جزاء والحكام ما حسبهاش في ماتش الزمالك كان عاوزين تعويره امر جابر طرد عاوزين تعوير خبط التعوات طرد عاوزين بتعديزه طرد فمش عارف هي الكورة دي غير الكورة اللي بتلعبها دي جماهير الزمالك للواحد بيستغرب لها وطبعا اتعادله السيتي والليفربول وكده الارسنال بقى هو الاول اجمل ما فيها في المباراة دية خارج الملعب بصورة علم اخواتنا اللي اعتبر علمنا علم فلسطين هتقول لي ليه بتجيب علم فلسطين لا اقولك لان الفلسطينيين في غزة كلهم اهلوية واسأل قانس النجار ودي صورتهم وما بتفرجوا عن نادي الاهلي ساعة مطش الكاس بتاعنا اللي فوزنا فيه والحمد الله احمد الخضر اللي اسمه منه فيه اللي هو يضوبك يشتغل في المجال دا ومالوش دعب حاجة تانية بيقولك بصراحة اختيارات المنتخب غير عادلة حسن حسن كان ناقص ياخد معلوله برستاو ومودست نيجي نشوف التشكيل اللي اخده كابتن حسن حرصة المرمى محمد عواد مالوش لازمة لش شايل جنين محمد ابو جبل ما بيركس المهدي سليمان لسه الراجل اول مرة هو كان على ردار النادي الاهلي بس لسه اول مرة مصطفى شبير نجم بقاله خمس متوشا محمد عبد المنعم اللي احيانا بيتوه في وقت المطش لكن محمد عبد المنعم من الاهلي اكرم توفيق هو بيقولك هو ياخده اكرم توفيق ليه احمد حجازي واحمد حجازي مع الاتحاد رمي ربيعة رمي ربيعة هو بيخلص دفاع كويس لكن ما بيبنيش كور وبيضيع كور مفروض خلصتها سلمها عشان الفرقة المهاجمة دي ضهرها بيبقى مفتوح تعرف تعمل هاجمة نخلص بيها محمد هاني واحمد رمضان بيكم ومحمد شكري ومحمد حمدي خط الوسط مروان عطية واحمد كوكا وحمدي فتحي وامام عشور ومحمد مجد أبشي وحسين الشحات ومصطفى فتحي محمود تريزيجي عمر مرموش هم زم الكوية شايفين ان مروان اهلي احمد كوكا اهلي حمدي فتحي اهلي امام عشور اهلي محمد مجد أبشي ابشي اهلي حسين الشحات اهلي مصطفى فتحي بيرامدز محمود تريزيجي اهلي عمر مرموش اهلي اعتبر. هم شايفين خط الوسط كله اهلي. طب ناخد من مين عندك. ما كل الناس دي كلها احسن من دون جميع مرة. بيقولك خط الهجوم الكابتن واخد محمد الشامي واحمد عاطف. محمد الشامي اللي كان في الاسماعيل او في المصري تقريبا. واحمد عاطف اه بتاع فيوتشر ومصطفى محمد ومحمد شريف. اه بسايبين مش مبطلين في طريقة. الكابتن حسان بيقول ان هو كان ناوي يضم عن ضلة سعيد وما بيعترفش بالسن. لكن هو لسه ما تأقلوش معهم. بيقولك ما عنديش مشكلة كمان مع عمر كمان عبدالواحد. وان وجوده في المركز اللي هو في دلوقتي هو من تغييرات كابتن حسان حسن ليه. وبيقولك المعاصقر هيبدأ يوم تلاتاشر والمحترفين هيجي يوم آآ آآ سبعتاشر. آآ ده الكابتن حسان حسن. نيجي للطبطبة والشيء اللي ما لوش اي لازمة. كابتن ايمان يونس بيقولك محمد صلاح هيلعب مباراة. توازي مباراة منتخب مصر. سلعب امام منشستر سيتي والعالم كله صغراء. طيب هيجي مباراة منتخب مصر. يعني منشستر سيتي او ليفربول بيمثل منتخب مصر. اللي عيبه اللي هناك مصر. الانديا اللي هناك مصر. آآ اللي هيعود علي من نادي مصر. محمد صلاح هيستفيد من كاريرو. هيضاف له آآ ماتش اضاف هناك. كحط جن هو ما حطش اي هو نزل نزل في شوت تاني. آآ حتى ضيع فرصتين. آآ كل اللي هيعمله هيتأيد في تاريخ انجلترا. هيتأيد في تاريخه. هيتأيد في تاريخ ليفربول. هتقول لي ان هو آآ ازاي اللي منتخب مصر. فهمني. لو كنت انت قادر تفهمني. ان في عوائد من الموتوشة اللي جوه بيلعبها محمد صلاح. على منتخب مصر. في بطولة افريقيا. او 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 اه او التأهل لكاتس العالم. او 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 اي شيء يعود على الكرة المصرية. انا كمصري افتخر به. سواء على المستوى الاندية او المستوى المنتخبات. محمد صلاح انشأ تاريخ لنفسه كويس برة. لعب على المستويات ومثل المصريين كتير برة. لكن لغاية دلوقتي ما فاتش متخب مصر نهائي. واذا كان اه على صعود نكاس العالم. فانتو اه رجعوا الفضل لتريس جيل. نجي لحكاية شيكبالة. بيقول لك ايمان يونس موقف شيكبال غير مقبول من يريد ان يتحدث فليفعل ذلك في الملعب. وطبعا شيكبالة طول عمره عاجز عن يعمل دوت في الملعب شيكبالة سبعتاشر ماتش خسارة من الاهلي اه اربع فوز فقط وتمانية تعدلات. متحد عبدالهادي نزل كمان على شيكبالة بيقول لك قدام الاهلي بيكون مركز في حاجات تانية غير الماتش لانه في العادي بيخسر وهو شايف ان ده سبعتاشر ماتش وسوابقه كتير في الخسارة فبيكون مجهز نفسه للحركات اللي بي بتلعب في دماغ المهفوفين بنفس الحركات اللي بيعملها واللي شايفينها ادب واحنا شايفينها قلة ادب. والمحترمين برضو شايفينها من قلة ادب من الزمال كوية بيقول لك حاجات بيحبها جمهور الزمالك اللي هو هايف الجمهور الجمهور او البضعة من الجمهور الزمالك اللي بيحب الحاجات دي الهايف. الجمهور الزمالك بس ما بتبقاش تاكل تأكل عيش ما بقتش تأكل عيش يا شيكبالة احنا عايزين بطولات مش عايش مش هنعيش على لقطات. وطبعا البطولات بتدوم اما اللقطات بتسجل في تاريخ صعابها بالسجل الاسود وبيترم معاها في التاريخ. اه نيجي لكابتن سيد عبدالحفيز واقفل بيها بيقول لك لو عايز تصبر نفسك بانك كنت بتلعب كويس وكسرت صبر نفسك بعيد عني انما النهايات تكسب ولا تلعب. وانا بالبقين الجمال دول اقول لك احنا كسبنا بطولة عمل البطولة بتاعته يسجل للاهلي في الاول بارك بطولة كاس مصر بعد مئة عام للنادي الاهلي والباقي كله بيعياته على الاوهام. وده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك اخبط لايك واشترك معا في القناة. السلام عليكم.